يعني هيدوليس هو مستقل منه مستقل بمعنى المستقل لماذا؟ لأنه السورة طلبت بشكل واضح حكومة اختصاصيين مستقلين من منظومة السلطة هو له علاقة بمنظومة السلطة علاقة وطيدة وطيدة؟ وطيدة بس إذا؟ مين أنتو عندكم قصة معين؟ بدي أرجع شوي لسؤالك يلي هو بالنسبة لشو عم بيصير اليوم وكلام فخمت الرئيس رحفوت فيه بس خليني بقصة التقليف بقصة لأنه قلت بالشكل وبالمضمون يعني أنا عم تحكي أنه بشكل تقليف وبالمضمون ليش أنتو ما ترضين؟ قلتلك بالمضمون حكيت على المضمون أنا أكتر ما حكيت بالشكل بس هل هي هيدا حكومة هل هو هيدا الإنسان بده يعمل لكل اللبنانيين بغض النظر من هنين ما قدر لا تصوروا لحال يعني مشكلون أفضل انتظار تصور اليوم دكتور دياب يعني يكون عنده خطة وتصور على أساسه وشكل الحكومة بس سرلوا أربعة أيام عم بيحكوا بتكليفوا يكلفوا كان ممكن يبليش يحكي بالشغلات اللي بتهم الناس بيبليش يحكي بخلق فرص عمل توقيف تسكير الشركات الصغيرة شو بده يعمل بيعملت السيولي تحكي حكي يعني رئيس حريك الواحد تشعمل ألف وستعمل فل وما بالعكس فيقول هيدا الشغلات بتهمني هيدا صيرة الزيتية اللي بتساعد بهيدا الشي أنا رح كون حيادي لكل اللبنانيين كان ممكن رح عمل حكومة مستقلين واختصاصيين بالعموم مش بكير بعدين بالعموم نحن مثل ما كل العالم تحكي خلص هو صار شخص مكلف فيه يعطي حلول تفصيلية بده يبلش يحكي بالحلول وين السيفيات اللي بلش يطرحها بدين ما نعقد نحكي عن أشخاص بالمجرد في أربع مليون بتعانك تنتصور لحل اقتصادي يعني أنتو كيف بتوصفوا مين مسؤولي اليوم عن وصولنا له السلطة أحزاب السلطة الستة هن المسؤولين والسلطة بعدها بتتحمل مسؤولية كل شي عم بيسير حكيتلك على تدمير المنهج اللي عم بيسير بكل لبنان مثل السرطان اللي عم بيتفشع يعني حتى يمكن السرطان واصل لكل إنسان شو الخلال الأساسي برأيك بالسياسات الاقتصادية اللي التبع الخلال الأساسي الخلال الأساسي هو أنه قبلنا تبعية معينة وصلتنا لاقتصاد ريعي بامتياز بدل ما يكون عندنا اقتصاد بناء ومنتج وكان هيدا الشي بالبنان من زمن كان اقتصاد منتج تحول مع السياسات الخاطئة للنظام لاقتصاد ريعي عايش على الفوائد وعالأموال يعني ولادنا تهجروا بكل بكل بلاد العالم وبيبعثوا مصاري يعني صار بس أنه مين بدوا يبعث مصاري مثل نعم لش حادي وطبعا منحط مصاري كتير بالريل استيت وبالعقارات وبالقطاعات الغير منتجة طرعكم يومي يعني أنتو حكما كنتو ضد حضرتك بنت بيروت كمان ضد عودة الرئيس سعد الحرير للحكومة صح؟ نعم نحنا كنا ضد عودته لأنه هو جزء لا يتجزء من المنظومة السائدة من 30 سنة طب كانت الناس عم بتقول أنه آخر شي بدي يجي حدا من هالبلد يعني موجود بشكل أو بآخر كمان بقلك فيه أربع ملايين لبناني وشوف كم واحد سنة في منهم وين السيفيات وين المسيرات الزيتية خلال نبدأ نشوف شركة نيسان لقيت لبناني ترابلسي حطته على سدة الرئيسة الصليب الأحمر لقى لبناني حطته على سدة الرئيسة الفينانشل تايمز لقيت لبنانية مرعة كان رئيس الجامعة الأمريكية أنه ما رح يوصل لهذا البوست أو لهذا المركز بشكل لا بالواسطة ولا بغير الواسطة كتير بني حسي سألتك الكفاءة سألتك شو برنامجه شو بده يعمل للناس يعني أنت عمت بانتظاري الناس موجوعة الناس موجوعة ما بق فيها لطولتهم إذا اليوم طلعوا وعمل برنامج بيتوافق اليوم مش مع أعطاءوا فرصة على أساس هذا التصور أو هذا البرنامج عطانا برنامج عطانا برنامج عطانا أسامي لا 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 ما عميش بهنا طبس أصدي بس يعطي هذا البرنامج اليوم السفينة عم تغرأ وكلنا بقلبة لهذه السفينة كلنا رح نغرأ المسلمين والمسيحية والفقرة والغنية والشباب والكبار بالعمر كلنا نازلين مع بعضنا بدنا حدا ليه طلبة الثورة حكومة حيادية لأنه هالإنسان الحيادة هو الوحيد اللي ممكن يكون لخدمة كل الناس اللي عم تغرأ مع بعضها ما ممكن يكون مع جهة ضد جهة ما ممكن مش رح يقوم بواجبه إذا كان من الأول إخذ هذا الموقف وحتى ما يخذ هذا الموقف فيه وضح اليوم كتب تويت ومبارح عمل تويت ولهلأ ما سمعنا شي سبستانشل شي بالمضمون بالمضمون غنى وبدأ أرجع على سؤالك اللي سأل عن كلام الرئيس عن كلام الرئيس كمان كلام الرئيس وكلام تويت طبع الرئيس المكلف والكلام مبارح طبع الرئيس الحريري كله تراشوا كلمات سطحية برأي سطحية فيه سطحية معينة بالتعاطي مع الأمور كاني عم بحضر مسرحية عم بيلهونة هيدا طلع وهيدا نزل وهيدا حكي وهيدا عمل وين لب الموضوع مين عم بيعطيني حلول اليوم مش مبارح مبارح مش اليوم مين عم بيعطيني حلول لحل أزمة السوري لحل أزمة الشركات الصغيرة اللي عم بتفلس هيدا برأيك ما بدأ إدارة أزمة ما بدك يجتمعوا كل يوم من عبكرة لعشيرة يحلوا هالأزمة كل يوم يسكروا على حالهم باب يجيبوا الخبرة ويعدوا يحذبوا الورقة والألم ليه ما بتنحل المشاكل شو هي المشكلة اللي ما بتنحل إذا الناس عندهم الكافاءة قعدوا حوالي الطاولة وحلوا الموضوع بعضهم بيعطونا أشعار برأيك بعضهم فاكلوا بنفس العقلية نعم عبي فاكلوا بنفس وعبي بيعونا حكي